من بيروت معنا سوسا مهنة الكاتبة والبحث السياسي أهلا بك أستاذة سوسا إذن يعني ذارتنا نتابع ما الذي يحدث خلال الأيام القليلة الأخيرة يعني كل المحاولات للوصول وأقناع إسرائيل للتوصل إلى تهدئة إلى إنهاء هذه الحرب ووقف هذا التصعيد يبدو بأنها تصطدم بتعنت بن يمين نتنياهو ما الذي يدفع نتنياهو إلى يعني السعي والاستمرار في هذه الحرب على الرغم من كل هذه الضغوط وهل هي فعلا ضغوط حقيقية صباح خير أولا يعني قبل الحديث عن موقف نتنياهو علينا العودة إلى موقف الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب يعني منذ أسبوعين تقريبا أو عندما أطلّى نعيم قاسم كف وكل الرئيس برر بالعملية التفاوض السياسي والتي كانت تتحدث عن مفاوضة المجتمع الدولي لحل يقضي بتطبيق 1701 وهذا ما تحدث عنه نجيب ميقاتي أكثر من مرة ولكن الأنس عندما أطلّى نعيم قاسم درب بعد الحائط هذه الصيغة ولم يتحدث عن تطبيق 1701 بل بالعكس صعد مواقفه وقال نحن لازمنا نساند جبهة غزة ونحن سنؤلم العدو وفي الوقت من يشعر بهذا الألم هم اللبنانيون نتنياهو لم يقصل إذا ألأ هذا الموقف فجأة يعني هو كان يصاعد مواقفه منذ بداية الحرب منذ سنة تقريبا كان نتنياهو يطالب 1701 وكان يقبل 1701 ولكن أولا مواطلة ويعني ميوعد الموقف الحكومة اللبنانية ومواصلة الحزب على ربط الجنوب بما يحصل في غزة يعني دفع نتنياهو إلى تصعيد مواقفه شيئا فشيئا اليوم نتنياهو لا يقبل حتى بال 1701 هو يريد تطبيق الـ 1559 والذي ينص على نزع السلاح الغير الشرعي من كل الميليشيات بالطبيعي حزب الله ما كان يعني أيضا حزب الله بهذه المواقف التصعيدية يبدو تماما أن هناك أمر عمليات إيراني لتصعيد على الجبهة الجنوبية يعني لو تطبيق الـ 1701 منذ السنة لما كنا وصلنا إلى هنا يعني ما يريده نتنياهو هو منطقة عازلة منطقة بافرزون آمنة تفصل بين لبنان وأسرائيل وهذا ما يعمل عليه هو لا يريد يعني بالعكس يريد يعني نزع سلاح حزب الله وهذا يعني ما لا يقبل به حزب الله بالنسبة له هو استشلام نعم طب يعني إذا أردنا أن ننظر إلى ما يحدث الآن أيضا هناك ضغوط كثيرة على يعني هناك محاولات فعلية للتدخل في السياسة الداخلية اللبنانية وفي ظل الاستمرار استمرار لبنان بالمطالبة بوقف هذه الحرب وأيضا كان هناك مواقف دولية عربية تحديدا يعني وقفت في وجه هذه التدخلات وبأن القرار يجب أن يكون لبناني محد ويجب أن لا يتم التدخل في شأن اللبناني الداخلي هل ترين بأن ما يحدث الآن سياسيا بين إسرائيل مع لبنان من الممكن أن يؤثر فعليا على السياسة الداخلية اللبنانية بضغط خارجي طبعا يعني الحكومة اللبنانية لو كانت يعني جادة بتطبيق الألف وسبعمائة واحد لكانت قامت بخطوات عملية على الحدود منها أولا مطالبة الحزب الذي يعني يبدو وكأنه يسير على موجة لا تعني أو ليست متطابقة أو ليست متوازية مع متى تقوم بها السلطات اللبنانية يعني الخطوات العملية تبدأ أولا بالطلب من حزب الله بالانسحاب من مناطق اليونيفل ثانيا بتسليم بسحب سلاحها السقيل من الحدود الجنوبية هنا يعني وقتها يعني يشعر المجتمع الدولي أن السلطات اللبنانية جدية ولا تبيع كلام بين مزدوجين من هنا التدخلات الدولية هي لفرض الأمن والسلام وطبعا نحن نعلم كل المجتمع الدولي يقول أن إسرائيل لها الحق بدفاع عن نفسها وأن إسرائيل هي من تتعرض يعني من بدأ بحرب الإسناد هو حزب الله عمليا هو حزب الله بالنسبة للمجتمع الدولي أن من بدأ هذه الحرب هو لبنان على إسرائيل يعني على الحكومة اللبنانية أولا قبل الحديث عن وقفة طلاق النار أن تقوم بخطوات عملية على الحدود ومنها على الحزب أيضا الذي نعيم قاتم طالب بوقفة طلاق النار ولكن نتنياهو يقول لا يقبل بوقف طلاق النار أحادي الجانب يعني على الحزب أن يفصل أولا أجبها جنوبية عن غزة يعني حينها ربما المجتمع الدولي يشعر أن هناك خطوات جدية وعملية لإحلال السلام أو الإحلال لوقفة طلاق النار أو ربما لهدنة بين لبنان وإسرائيل وبعدها تأتي القرارات وتنفيذها نعم هل ترين بأن لبنان يدرك خطورة هذا الأمر وبأنه فعلا يجب أن يكون هناك خطوات استباقية لكي يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة على الأقل نعم طبعا الحكومات اللبنانية يعني تعي تماما يعني كان هناك تحذيرات دولية وعلى مدى عام كامل تحذيرات عربية تحذيرات الجامعة العربية تحذيرات الدول مثل مصر والسعودية وغيرها عدا عن دول القرار والتي هي أربية المتحدة ولكن لبنان لا يزال يعني يختبئ من هذا الموضوع أو لا يريد أن يواجه حقيقة الأمر أن من يأخذ الأمر من يأخذ القرار حاليا هي إيران تريد أن تبعد هذه الحرب عند أرضها من هنا هي أرسلت قيادين من قيادين إيرانيين وزباط من حرس الثوري وأصبحوا يشرفون على أعمال الحزب وهي تريد يعني تريد إبقاء الساحة مفتوحة كي لا ترد إسرائيل في الداخل تريد أن يعني جبهة المشاغلة التي لطالما تحدث عنها نصر الله هي هذه المشاغلة كائلة لإبعاد نار والخطر عن الأراضي الإيرانية يعني على الحكومة اللبنانية تعلم تماما الحكومة اللبنانية وإذا تكلمنا بالاقتصاد لديها تقارير البنك الدولي الذي يتحدث بشكل مأساوي عن الاقتصاد اللبناني الذي خسر أربعين بالمئة من ناتجه المحلي خلال الأوام الماضية وإذا توقفت الحرب حاليا اليوم يعني بدنا عشرين سنة عشرين عاما للأمان كي نستطيع أن ننهض بهذا البلد الحكومة اللبنانية واعية تماما وهي لا تتخذ حتى الآن قطوات جدية وعملية أولا لوقف حزب الله عند حدوده لأنه هو من ورط الدولة أولا لم يسشر لا الحكومة ولا المجتمع اللبناني ولا المواطنين ولا حتى بيأتي عندما جرى البلد إلى هذه الحرب مع إسرائيل نعم طب يعني هل نتوقع إذن نتيجة كل ما يحدث الآن وفي قراءة بانورامية بأن هذه الحرب مستمرة وبأن نتنياهو لن يتراجع قبل أن يحقق أهدافه على الأراضي اللبنانية للأسف على ما يبدو نعم وكما فعل بغزة سيفها في لبنان ونحن اليوم الحرب يعني توضحت معلمها هي حرب إيران على الأرض اللبنانية هي حرب إيران وإسرائيل وليس يعني الحزب الله يماطل وهو يعلم تماما الخسائر التي مني بها على الصحة الجنوبية يعني هناك أسرى للحزب وهناك دوءة بلدات مدمرة بشبه كامل هناك احتلال يعني هناك توور من قبل الإسرائيلي في الأرض اللبنانية نعم نتنياهو برأس تجديد أو تكرار سيناريو الاشتراع 1982 وهذا ما نحذر منه الأدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني وسلطات اللبنانية أود أن أشكرك جزيلا كنت معنا من بيروت سوسا مهنة الكاتبة والباحثة السياسية شكرا شكرا